بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عيني بداية أحني هامتي لكل من ضحى ولازال يضحي بروحه أو دمه أو ماله أو وقته عشان هذا البلد يستمر وإن لم أكن أحظى بشرف الشهادة فيارب جعلني أكون طوبة في الجدار ليؤمن ويحمي حدود هذا البلد بحيي شعب مصر العظيم على المناسبة الطيبة وإن شاء الله مناسبات طيبة دائمة بشكر قواتنا المسلحة على هذه الدعوة الكريمة وأقول هي حريصة على تواصل الأجيال كل جيلي وكل كبار في السن تتربوا في هذا الأرض وهذا الطراب ولحم كتفنا من خيره وتعلمنا منه ومن حقه علينا إن إحنا الآخر نفس ندي ونتواصل وبقول للجيلي الجديد خليك حريص ما ترميش الهارد ديسك قبل ما تاخد كل اللي فيه مطلوب إن أنتوا تواجهوا المجتمع من غير خبرة سابقة ما تسيبوناش نقعد في أماكننا إلا أما تاخدوا كل شيء فينا هذا الموضوع أنا أعرضه وجمعته لأنه تاريخ وما يصحي شيته مننا سبب دراسي لهذا الموضوع بداية نعرق المصريين إزاي تم إعداد الشعب والقوات المسلحة لأكبر أزمات الأمن القوم المصري في العصر الحديث إزاي الناس فكرت عشان تفكر وتخطط وتنفذ هذه المهمة استعادة أرض راحت ما ننساش مرحلة مهمة أوي بيحضرني هنا أما سألوا مشيديان سنة سبعة وستين اللي عملته في سبعة وستين في اكتياح سينة هو اللي عملته في ستة وخمسين أنت ما خفتش قال تلت جمل إن العرب لا يقرؤون وإذا قرؤوا لا يفهمون وإذا فهموا فهم سريعا ما ينسون احترسوا يا مصريين إسرائيل قالت مش أقترب من جيل من مصر إلا بعد انتاء جيل أكتوبر جيل أكتوبر ما كانش قوات مسلحة كان بلد بفلحيها وعمالها ومزارعيها وصنعها وسوئنها قوات مسلحة كانت الطلق الأخيرة لنفذة المهمة وأصابت واستعادة الأرض إنما كان جيل كامل مش قوات مسلحة فقط أنا عشت وفضت هذا الجيل وشفت إزاي مصر وقفت كلها والقوات المسلحة هي لنفذة الأوامر في النهاية سنين اللي فاتت كان الروتين في الدولة ماشي وما أنجزناش كتير آن الأوان آخر نقطة استدعتني أن أفكر إن اللي حصل من 2011 وما يحك له من قبله من بداية الشرق الأوسط الجديد وإعلان كوندريزا رايست وما يحدث في المنطقة العربية يستدعي استحضار واستلهام روح أكتوبر مرة تانية عشان ما ننتكسش إن شاء الله أي نكسة ولا نتراجع بفضل الله إسرائيل كانت شايفة أرض دولتها إزاي هستعرض ثلاثة ديفيد بن جوريون أو رئيس وزراء الإسرائيل قال ستنشأ في المستقبل ظروف وعلينا أن نستغل هذه الظروف لتوسيح حدود الدولة وإذا لم تنشأ هذه الظروف تلقائيا فعلينا أن نصنحها بأنفسنا قلت ماير قالت إيه رابع رئيس وزراء الإسرائيل قالت برضو موليد روسيا قالت لا توجد ضرورة لتعيون حدود سبتة لدولة إسرائيل وأن الحدود ستكون حيثما يعيش اليهود وليس حدود الخريطة جاء الألون وده اشتغل في عدة وزارات وكان أحد أعضاء الوفد في مفوضات المية واحد قال إيه عمل كتاب اسمه الأمن الإسرائيلي بعد 67 وهم على قناة السويس إن إسرائيل لم يكن لها حدود فخطوط الهدنة هي خطوط مؤسكرية مؤقتة إلى أن يتم حدود سياسية ولم تتحدث حتى الآن كما أن خطوط الهدنة قد ألغيت عام 67 خطوط 48 اتلغت في 67 وليس هناك خطوط سوى خطوط وقف إطلاق النار الحالي هعرض لقطتين بس للمصريين فضل كان عندي ثلاث مدن لازم يتهجروا بورسعيد اسماعيلية والسويس منظر كان مريع الأجمل شعب مصري العظيم عمل إيه أنتوا مصريين حاجة جميلة قوية عرفوا إيمية نفسكو بس التراب يتشال من فويكو كل مدن الظاهير الجغرافي لخط القناة دميات الشرقية الدهلية القاهرة الصعيد كل بيتة أسمت نين الشقة أسمت النص للمهاجر لو في وظيفة في أسبقية للمهاجر الدخلة أسم بقى يدي نص المكتب للمهاجر يقوله عشان تصرف زي ما أنت عايز الجميل الطفل في المدرسة كل اتنين اتخروا جنبه بعض وخدوا الولد الثالث جنبهم شيء رائع يا مصريين بعد هعرض بسرعة الاقتصاد كان شكله إيه عشان إحنا بمروا بمصاعب مماثلة انخفاض إرادة الدولة تراجع القطاع العام كان عصب الاقتصاد في هذه المرحلة السياحة توقفت موقف مشابه قناة السويس وإن كان ربنا أكرمنا بها حاليا بترول سينا كان توقف تماما حصلت الضرائب الخطة الخمسية توقفت واعتماد خطة سلسية بدل منها سكان القناة كانوا عبء سقيل ولكن تحملتهم الدولة الدولة حدت استراتيجية في المرحلة التالية كانت استبعاد الحل السياسي الحل السياسي السياسيين يعرفوا إن الحل السياسي يكرس الأمر الواقع ويفرض علينا ضياع الأرض أو المساومة فكسياسي الدولة رفض هذا إنما هنستفيد بالوقت لكن ما فيش حل السياسي اتحدد مصارين واضحين مصار عاجل سرعة بناء الدفاع منع لعادوا منه يستفيد ويحط رجله غرب القناة أنا الرسم اللي كان فيه اللي قالوا فيه قادة إسرائيل كان فيه خريطة أنا ما تضحى مني للفراط حدود إسرائيل المرتقبة إلا على جدار الكنيست مصار الآجل بتحديد هدف سياسي عسكري بإزالة أثار الأدوان والعمل على استعادة حقوق الشعب الفلسطيني بعده قواعد وأسس إعداد الدولة لمرحلة الحرب مراعاة انتداد زمن المعركة مشحة بعادة عسكرية سياسية اقتصادية عسكرية هوضح تلاحهم حقيقي بين الشعب والحكوبة والقوات المسلحة ذا يلي إحنا فيه دلوقتي واللي الدولة حريصة على إنه هو ما يحصلش فصل بأي صورة من الصور وده مستهدف وهيظل مستهدف وعدة الجافة الداخلية إنشاء المقاومة الشعبية مصر على فكرة في المرحلة دي كانت كلها مصرح عمليات وفاكرين ضرب العمخ المصري وبحر البقر ضرب الصعيد الشعب اتهيأ لمواجهة الحرب الانهزمية هنا بتوقف حروب الجيل الرابع بتقول إن أنا مش هلجأ للحرب بالسلاح أنا ههزم الدولة وهي قاعدة في كرسيها كلنا في جبنا التليفون حرب الجيل الرابع إذا استخدمنا استخدام جيد هننفع بلدنا أوي إذا نسبنا واتدلقنا ورا الكلام اللي بيتقال من غير وعي ولا فكر هنروح في مسارات مرسومة لنا يجب أن ننزلق لها أبدا زيادة طاقات التشغيل ودورات الانتاج ثم تخفيض كل موارد الدولة تقليلية بتوجهت الانتاج الحاربي وبيذكرني من 68 إلى 72 زادت ميزانية اللي الدفاع 250% من 740 مليون دولار إلى 1820 مليون دولار كل الدولة تحولت لمسرح عمليات بذكر فيها حكتين اللي كان يمشي على طريق مصر إسكندية الزراعي كان يجد أن الجزيرة اللي في النص اللي فيها الخضرة اختفت وبقت كلها أسفلت من اليمين الطباني الأيمن للطباني الأيصر ليه؟ عشان كل القوات الجوية كل أراضي مصركة مصرح خبوط لها إذا أصيبت طائرته إذا وقوده نفذ إذا حتىك ينزل للطوارئ بيحضرني هنا انتشار قواعد الدفاع الجوي في المزارع وما حكالي أحد قادة الكتاب الرائد في هذا الوقت قال لي أنا فلاح جالي على الباب وطلب أطلع معطلعت مشيت معاه خدني بعيد على الزراعية ووردني حتة قال لي شايف يا فندي الحتة اللي بتلمع دي تحت الشبكة والنبي غطيها إيه ده إيه مصريين الجمال ده الفلاح اللي شاف حتة أرض حتة بتلمع في الرادار قال له تعاون نبي يا فندي غطيها معدوا الشعب قبل بكل الظروف أنا كنت في الوقت ده طالب في الجامعة منتسب كانت الجامعة بتصرف بونات بون بانطلون وبلوفر وامسين كنا بناخد الزي بالبون وبنهر صرفهم الجامعية التعاونية كتير فاكرين جايز الناس بتدرى من الكلام ده أنا ما بدراش وبقول اللي حصل وما جم يدوني قلت لهم أنا ظابط وعندي مرتب مش محتاج البون خلي حد تاني يستفيد به ابن المصر ابن مصر المقاتل اطلق الله هتطلع جاهز ده ازاي رجعنا له ثقة في نفسه واسلاحه وقادته وانا سبعة وستين ما لهوش داخل بيها ابدا والله العظيم ما لهو داخل بيها ثم الإيمان بعضلة القضية ثم مشاعر الإيمان لا يتزعزع بالله هو أعدنا المقاتل اللي جاهز يبيع روحه ونفسه وهو عارف بيعمل ايه المتهش انه سعيد المتهش انه راضي قوي ومبسوط المصريين في مراكز في أوروبا وفي أمريكا قاعدة تدرس المنطقة العربية وتدرس الإنسان تدرس الإنسان المصري ما هو أفعاله وما هي ردود أفعاله يعلموا ماذا تفعلوا قاعدين أكل عيشهم دراستكوا انتبهوا يا مصريين عشان ما حدش يبيعنا ويلعب بينا كل طواف الشعب الحقيقية ومنساش أمو كالسومة أما بتاخد فرقيتها على نفقتها وتطلع باريس وتعمل حفلة وتجيب الموارد العبورة الصعبة تديها للدولة ما فيش حد ما شاركش في مصر تجاه الدول العربية كان فيه أربع ناصر رئيسية كانت مصر بصر عليهم أولا التضامن العربي شعارات التفرقة اللي كانت في هذه الفترة لبادة الدول العربية صراعاتها ما بين بعضها كانت مشكلة كبيرة في هذه المرحلة كل الشعوب هيئناها وكل الشعوب شاركت اللي بالمال اللي بالسلاح اللي بالقوات واللي بموقعه الاستراتيجي وانتو تتذكروا قفل مضيق باب المندب ازاي القطع البحرية تحركت من جبل طارق قبلها بشهور وراحت للدول الأسيوية الصديقة وقعدت هناك لحد ساعة سين كانت موجودة في مضيق باب المندب قفل المضيق السمح بالخروج من البحر الأحمر ولا دخول مصر ما بتعوز مصر ما بتخطط مصر ما بتنفس محدش بيوقفها وبالذات إذا كانت على حق سياسة الخارجية الحقيقة عشان ما قول مصر كاتجيل كامل ما كاتش عسكريين شون الاجتماعية اشتغلت الخارجية عملت ايه كان استخدام العمل السياسي لكاس بلوقت دون توصل لحل سياسي المطالبة بالانسحاب ودحقيق حقوق شعب فلسطين قناعة لضراء العام احنا عايزين أرضنا مش عايزين نحارب احنا كمصريين على فكرة وانتوا عارفين نفسكم وانا مش عارفكم نفسكم انتوا لا تميلوا للعدوان لا تميلوا للعداء لا تميلوا للإستلاع على حق الغير طبعتكوا يا مصريين كده الفوق سمعيني انتوا يا مصريين ما فيكوش العدوان أبدا خلقتكوا كده لا تطمعوا في حاجة غير ولا في أرض غير نهائي تجاه روسيا وطبنا الصداقة مع روسيا واشعرناها بان هي شريك رئيسي معايا وان هي خزلتني في سبعة وستين وعليها إعادة تسليح القوات المسلحة وتدريبه بأسلحة حديثة كان لها دور معنا إلى أن حصل الموقف في يوليو سبعة اتنين وسبعين ورئيس السادات اضطر يطرد الخبراء السوبيت عشان جوا أكبر خطة خداع وقف قدامها التاريخ تاية ولسه أسرارها مجهولة إيه اللي عملوا المصريين إزاي نفذوا المهمة انطرد الروس سنة اتنين وسبعين يوليو اتنين وسبعين عشان مصرا ما تنفذ بتنفذ منفردة أن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بغير القوة كان هذا هو الأساس عشان نعرف أن من بعد خمسة يونيو بساعات بدأوا المصريين يفكروا في ماذا سيكون من ياما عبد الناصر رحمة الله عليه كانت لست راتجية واضحة اللي تتاخد بالقوة لا يمكن أن يؤخذ بغير القوة بعرض لما حد سريعة كالزمالكو عايشيني ازاي يوميا تراشق يومي بكل الأعيرة اسرائيل كانت شايفة زمان إن الإنسان المصري قالوا كده موقع الضعف في القوات المسلحة المصرية إن هي ما عندهاش تطعيم معركة الحقيقة ست سنين المصريين اتطعامه ضد كل أنواع الضربات كل أنواع الأعيرة لذلك يوم ستة يونيو ما كانش فيه أي مشكلة ما فيش طلقة تعمل مشكلة ما فيش طيارة تعمل لنا مشكلة ما فيش قطعة بحرية تعمل لنا مشكلة ست سنين تطعيم معركة كان مخطط إن شهادة وفاة الشعب المصري تتكتب في خمسة يونيو أنتوا مصريين عتاه عصاه كتبتوا شهادة ميلاد مش شهادة وفاة قبل شهر ما يفوت كنتوا في راس العش أربع يوليو قامت القوات الجوية مرة تانية وضربت قيادات جوة سينة بعد ما تحطم جزء رئيسي من القوات الجوية المصرية على أرضها قامت باللي فاضل فيها بطيارات لا تصلح للقتال عفى عليها الزمن 21 أكتوبر طلعت لانشات صغيرة معركة بحرية التاريخ واي في وسطها منشئات العسكرية وقفة إيه اللي حصل إزاي اللانشات دي تدمر إيلات إيلات دي قرية عائمة إزاي يتم تدمرها باللانشات دي وتعيد القوات البحرية قابع في البحر أكتر من 38 قتيل إسرائيلية عندنا أسامي 38 منهم بقى أنا مش عارف أسامي الغواصة دكار 69 قتيل ضمرتهم القوات البحرية في الغواصة دكار الحفار كينتنج إسرائيل بتمهد خدت سينة الخطوة الجاية قادمة بقى معها خليج العقبة وخليج السويس جابت الحفار ده صنعته في أوروبا عشان يجي من رأس الرجاء الصالح يدخل على خليج السويس يحفر يطلع البترول والمصريين لهم بالمرصاد في السكة استضوه في مكان مناسب وتوقيت مناسب حرموه من أكمل رحلته وكانت التجربة الأولى والأخيرة اللي إسرائيل اختربت منها الدفاع الجوي نجح في دفع الكتائب وملحمت الدفاع الجوي ده عيد الدفاع الجوي خط برليف خط برليف مواقع حصينة خط نمازج منها تتحمل كل الأعيرة اللي موجودة عند مصر من القوات الجوية والمدفعيات لا تؤثر في هذا الخط وفي سك الحديد خط برطوفيق برفؤاد شاء لو أطبان السك الحديد كسوا بيها وسلال السلك ويبلوها تدبيش وأطبان سكك حديد مواقع في منطقة تحصين حياة كاملة بيعيشوها ولزال مواقع منهم سليمة وأعتقد مثل فيه وعيو موسى فيها لزال الموقع محتفظين بيه تفضل الخارجية اشتغلت كثة قوي في مجال الأمم التحدة خدنا تأييد على قرار 142 و338 في المعجال الدولي حسننا علاقاتنا مع أنجلترا وفرنسا والمانيا الغربية أمريكا تشايفها مصر جثة هامدة مش مفروض حد يمدي إيد العون لها الحال السوبيتي كان ميالي الحال السياسي والحال السياسي كان يخسرنا أرضنا المجال الإقليمي سوريا قالت إحنا جاهزين بس أنتو هتعملوا إيا مصر العرب قالوا معاكو بس قولنا أنتو هتعملوا إيا مصر الدول الإفريقية اتشكلت لجنة الرؤساء العشرة وحاولوا مع إسرائيل لكن هاي هات إسرائيل لها رؤية ما بعد سينا ثمان دول إفريقية قطعت علاقتها مع إسرائيل في هذه المرحلة قرب القناة قللنا خسيرنا على قدر الإمكان بتجهيز دفاعات كانت المشكلة شرق القناة كنا لازم نوفر معلومات لكل سلاح والكل مهمة مفيش طيارة ما تعرفش هدفها إيه مفيش قطع بحرية ما تعرفش هدفها إيه مفيش وحدة صغيرة أو كبيرة ما تعرفش هدفها إيه مفيش عسكري ما يعرفش هدفه إيه مفيش المدفعية لازم تبقى عارفة أهدفها بدقة هتضرب إيه والدانة محسوبة مفيش دانة مدفعية لو دانة منها هيست بقعزين يشيلوا كل دانة ظابط يروح يوصل الدانة ويرجع يروح يفجرها أنا شفت غيرة المصريين على سلاحهم وزخرتهم الدوريات غطت كل سينة مش إدايان قال إنما هزمنا هو الرادارات البشرية المصرية التي انتشرت في سيناء مفيش معلومة على حد الأمامي ليه النهار مترائب أو في العمق إلا لو كان عندها معلومات كاملة بكل السبل وهيجي وقت أشرح في حاجات أكتر من كده الوقت مش عايز أضغط عليكم بدوي سينة كان لهم دور عظيم ولا زلهم دور عظيم زي ما عندنا شباب في وسط أولادنا خيبان وتلفان عندهم شباب خيبان وتلفان إنما أهل سينة هم أهل الوادي هم امتدادك لن يمكن فصلنا ولا فصلهم أبدا هم أساس وركيزة فضل شرحتها بس يهمني أنا جاي بشوية الصور دي عشان نعرف إن الخوزة كان عليها رسومات عشان كل واحد يعرف التاني في رسم حيوان في رسم هندسي في الردبة مرسومة ما حدش فيسأل التاني معروف العسكري ده منين والزابط ده منين الخوزة عليها البيانات دي كل الخوز كان بهذا الشكل فضل فضل كان فيش واعتبارات حطناها في اعتباراتنا وإحنا بنجهز الحرب الجندي المصري هو اللي راهن عليه واللي لست براهن عليه ما براهنش على قناة سويس ولا سينة ولا تسليح ولا أصار ولا سياحة أنا براهن على الإنسان أنا عشت معه ست سنين وعشت معه خمسة واربين سنة بيط عمري براهن عليه هيحقق اللي انتو عايزينه بس هو قارئ جيد لنا ومدرك الإنسان المصري ومقيم لنا تقييم جيد ثم إسرائيل ثقافتها لاحتماء بالمعدة ولا تقاتل في العراء وعلى الجانب الآخر ثقافة الاستشهاد هذا المصريين سواء مسيحي أو مسلم الثقافة مطلقة كنت لسه بقول للدكتور أسامة المصري في رحم أمه بيتزرع فيه حاكتين انتو وأجددكو وأبنائكو وأحفادكو يتزرع فيك التدين إن كنت يهودي أو مسيحي أو مسلم تتولد متدين أنا عيشت مع اليهود وعيشت مع المسيحيين وعيشت مع المسلمين يتزرع فيك حب الوطن تحب مصر إزاي تحبها ليه ما تعرفش إنما هي في دمك هي في خلاياك هي ماشية جواك من حيث لا تدري فضل إسرائيل حطت رجلها هنا وأما يجي معتها وقالت ده أمر واقع ودي الخطوة دي أول خطوة في خطوة تالية طبعا حضراتكم عصرين ما يحدث في الجولان فضل الغرب كله كان شايف عبد الناصر الخلاص منه شيء ضروري إن هو اللي حرر أفريقيا وحرر جزء كبير من أسيا هو كان جلاد المستعمرين عبد الناصر كان كسره وهزمته شيء بطلوب فضل التدريب 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 73 ما حدش قال التانية تعمل إيه كل واحد عرف دوره بتلقائية متنهية وشديدة فضل أنا هبتعرض لمشاكل رئيسية مش هغوص فيها تفضل الستر الطرابي هنطلع إزاي العشرين متر وطراب طراب هايل مصريين الفلاحين البسطاء حبل وحبل وبينهم عقل خشب ويطلع واحد يرمي الحبل ينزل الحبل من فوق لتحت يطلع زي اللي طالع سلم بيتهم بالضبط الموانع تفضل المواد الملتهبة اللي كانت بتضخ على شاطئ المية وتحيله إلى جحيم كل ده انتهين منه بهدوء شديد تفضل الستر الطرابي روسي قالت عايزين خمبلة تكتيكية زرية عشان حاضر ما احنا قلنا هيك بتطفد ميالة للحل السلمي ما حدش عايز يحل العسكري ثم الكباري اللي عندك اللي معاكم الحرب العالمية التانية ومهندسيك طوعوها عشان تشتغل وتنفذ المهمة مع منسوب مية متزبزب ما بين 60 سنتي و 200 سنتي فرق 140 سنتي فضل اسلوب اختيار جيوم والشهر والساعة هذا الموضوع بعرضه عشان القادة انا كنت زابط صغير كنت نقيب وقال سريت صلاع لواء ما كنتش مدرك ماذا يخطط وكيف يتم التخطيط ما فيش حاجة ما فكروش فيها وعندوك القدرة تفكروا في كل حاجة ازاي دولتين واحدة شرق العدو واحدة غرب العدو يهجبوا في توقيت واحد اول ضوء الشمس هتعاكس اللي في الغرب اخر ضوء الشمس هتعاكس اللي في الشرق لذلك كانت الساعة اثنين توقيت غريب لم يخطر على بال احد مشاكل القناة تجوازتها البحر الاحمر وظروف الجوية والجو مائية في البحرين افضل الشهور اما اختروه شهر نوفمبر الجليد هيسقط في سوريا الجنزير مش هتحرك شهر اكتوبر المصريين والمسلمين صايمين الناس بتبقى عدم مريحة مفيش نشاط ساعات الليل والنهار العطلات اسرائيل فيها تمن اعياد كان يعنيني في اكتوبر في تلت اعياد المظال والطوراه والغفران الغفران في ميزة جميلة انه يوم سكون كامل يعني اللي عايز يفتح النور لازم يفتحه قبلها بيوم اللي عايز يستحمى يستحمى قبلها بيوم سكون كامل معنى كده الاذاعة وقفة معنى كده اسرائيل اللي مش هتقدر تستدع جيش الدفاع الاسرائيلي وانا هقدر انفذ زي اللي عايزه في اول تمانية واربعين ساعة لذلك لم يكن هناك اي رد فعل او اجراء جد تجاه القوات المصلحة المصرية الا اول ضوء ساعة تمنمية يوم تمانية اكتوبر تفضل في نفس الشهر كان فيه انتخابات الهستدروت اتحاد العمال والتمانية وعشرين اكتوبر كانت انتخابات الكنيسة ناس قاعدة تفكر ناس مش سايبة لا صغيرة ولا كبيرة اللي كدوا تفكر فيها مصريين منكم اهلكم الساعة اتنين الضهر تكلمت فيها تفضل فينم كل الدنيا كانت شايفانا ازاي الشريحتين دول سرعة كده سبعتاشر خمسة السي اي اي قالت الحرب غير محتملة بعده اتنين ستة فاضل قال من 14 شهر جوزيف جرين بيقول ان السادات هيحارب في يونيا او يوليو تمانية وعشرين ستة يدير الخارجية الامريكية بيقول لنيكسون بيقول له هناك شكوك ان السادات على وشك الحرب محدش قادر يجزم مصريين بيعملوا ايه تلاتة وعشرين تمانية اتبلغ الملك فيصل احنا هنحرك القضية السادات واشرى فرار رحوله في سبتمبر اكتوبر انما لم يحصل المعاد ريك لين في الخارجية الامريكية قال لكسينجر هناك ادلة غير تقريب غير مدعومة ان سوريا هتحارب فضل دين وعشرة الملحق الامريكي بيقول ايه خدوا بالكو باقي خمس تلاف سبعمية وستين دقيقة اربعة ايام ولزال بيقول ده مجرد مصطفة اللي بيحصل في سوريا ومصر خمس تلاف سبعمية وستين دقيقة اربعة ايام الساعة اربعة الفجر ديبدالعادل صحة بن جوريول صحة وشيديان وقال له النهاردة في عمل وشيديان طلع على المنطقة الجنوبية مر على المنطقة الجنوبية مع شاموئي الجني قائد المنطقة وسألوا اريت التأليل قال له اريتها قال له فهمت حاجة قال له لا قال له لقد فهمت انا لقد نجح المصريون في خداعينا هذه المرة دي تحية المصريين دي تحية للمصريين تفضل سؤال الدول المشاركة في عداد الخطة الجواب المصريين سؤال الاسلحة اللي حربتوا بيها جواب اسلحة دفاعية لم تنجح ولن تنجح دولة في كسر شوكة وعزيمة المصريين بفضل الله انا بجيب الصغرة انا اسف هالوقت انما عندي حاجات كتير لازم تتقال تفضل الصغرة عشان من دحكش علينا اسرائيل كانت مجهزة واي لا اول من المصريين يعدوا الغرب يعدوا شارع القناة احنا هنعد الغرب مباشرة كان عامل خطة الغزالة احنا كنا متوقعين هذا لما كانش في بديل لابد من العبور اسرائيل كان لها ثلاث اهداف في هذه الصغرة نمرة واحد تتفوق العرب نمرة اثنين ما تسمحش المصريين يقفوا عند حدود اربعتاشر اكتوبر اللي حققوا فيها رؤوس كباري فرق وحققوا الجزء المهم المهمة الرئيسية ثم تدق عظم المصريين الجيش المصري على اللي عملوا الصغرة كانت نتيجتها ايه وانا بحتكم لعقولكم فضل خريطة مبسطة قناة السويس بحيرات المرة الكبرى بحيرات مرة الصغرى قناة السويس خليج السويس جيش الثاني الجيش الثالث مدينة السويس الصغرة في منطقة الضفرسوار حاولوا يقترحوا الجيش الثالث فشلوا في الجيش الثاني فشلوا اتجوا للسويس وتوقفوا على مشارف السويس حاولوا يقتموها 22 صدر خرار وقف اطلاق النار لم يلتزموا حاول 24 فشلوا بالتنسيق وده العيد القوم المدينة السويس 24 اكتوبر تفضل فيه توقيتات بقف عندها 6 اكتوبر الحرب 16 اكتوبر بدأ حدوص الصغرة يهمينا سمعكو جول دمير قالت ايه قالت لقد وضع جيش الدفاع الاسرائيلي اقدامه في افريقيا الخطوة تانية 22 اكتوبر اطلاق في النار هقف هنا 6 نوفمبر 73 بعد شهر من الحرب والقوات الاسرائيلية غرب القناة وعينهم على مشارف القاهرة وصل هنريكي سينجر وكان لقاءه مع رئيس السيدات قال ايه نصا انا معرفش ولكن اعرف النتيجة قال له لن نسمح بانكسار المخطط الامريكي مرتين اسمح للقوات الاسرائيلية بالعودة الى شرق القناة يقينا الله يرحمه السيدات قال له ارضي قال له هتاخدها قال له كامل قال له هتاخد بدون خسائر وبدون اشتباك قال له هتاخدها طب 18 يناير اتفاق فك الاشتباك اما رجعوا القوات الاسرائيلية ما رجعتش على 12 13 كيلو اللي احنا وقفين عليها لا المفاوض القوي الفاهم الواعي 30 كيلو الواسبة الاولى ثم الواسبة التانية 60 كيلو شرق المضايق شرق المضايق تفضل الانسان المصري وما حدش يزعلي مني اما اقول انت جايي اتعرفنا احنا مين يا مصريين انتم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال استوصوا اهل مصر خيرا فان لنا فيهم نسبا وصهرا وما وصه قال اذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فانهم خيروا اجناد الارض لانهم في رباطن الى يوم القيامة شوفوا الرؤية بتاعة السلف الصالح كتزاي عمر بن العاص مش طالع المشوار ده من الحجاز عشان ياخد الجزيرة عشان ياخد الاردن سينة مصر ويخاطب المصريين ويتكلم معاهم ويقنعهم بالدين الجديد في يوم ولا اتنين ولا اسبوع ولا شهر ولا اتنين ده شهور اما كان خارج هذه المهمة ما كانش معاه مقاتلين فقط كان معاه رعاة وسقاه وطهاء طبخين وامدوية اطبا كان معاه كل من يلزم الحياة اما سيدنا رسول الله اوصى بهذه الوصاية كان يعلم ان في مصر خير نساء الارض خير زراع الارض خير شباب الارض خير كتاب الارض اخرهم خير قوات المسلحة نبتة هذا البلد محمد علي اكتشف المصريين في العصر الحديث عمل ايه اما جيه مصر محمد علي ده العثمانيين ما بيروحوا كل دولة بيحكموا فيها بيجيبوا كتايب من الدول اللي كانوا بيحكموا فيها من ضمنها البانيا وعاصمتها تيرانا جي منها محمد علي بكتبته الحقيقة ما عاش مع المصريين لقى حاجة تانية خالص مش دول الناس اللي في اوروبا ده دول الناس تانيين خالص انا اقدر اعمل بيهم امبراطورية اللي شاف الرؤية دي سنة ستة وتلاتين اتشمائة ستة وتلاتين هتلر اما قال الانسان الالماني ده ما فيش زيه محمد علي اما شافكوا يا مصريين اللي اقدر اعمل بيهم عمال غريبة اعمل بيهم امبراطورية كبيرة وقدر اعمل بيهم زد نهضة زراعية هعمل رايحات هعمل ترع هعمل قنوات هعمل اناطر هعمل سدود عشان كده حبي يطمن المياه بتاعته جاية منين راح بالقيس مكان بالقيس ملك السبق راح الجزيرة قبلة المسلمين راح الشام لخيرات الشام راح كريت اوروبا عشان يشارك يساعد العثمانيين في فض الصورة هنا اكتشفت اوروبا ان هذا الوالي ليست هذه امكانياته لكنها امكانيات شعب يجب ان يظل هذا الشعب في اطار لا يخرج منه ابدا يطلع استعمار يطلع جهل يطلع فقر يطلع مرض يطلع مشاكل يطلع داعش لا يخرج من هذا الاطار ولا هذا السجن هذا مخطط انتبهوا يا مصريين فضل الارض اللي انتوا عليها متكلم فيها الدكتور اسامة بس انا مجهز كلمتين ما تحرمونيش ان انا اقولهم تزوج منها سيدنا ابراهيم السيدة هاجر تربى على ارضها سيدنا يوسف وحل مشكلة فرعون البقرات العجاف اللي اكلنا الثمان لجأ اليها سيدنا يعقوب والاصباط من القحط والمجاعة في الشام اتولت فيها سيدنا موسى واخي هارون ونزلت عليهم اول ديانة سماوية والاست دكتور اسامة قال تجلى فيها رب العباد لجأ اليها سيدنا المسيح وامه مريم خير نساء العالمين واستظلوا بها ثلاث سنين لحد ما اكلمني عسكري كمعايا في الحرب قالوا ثلاث سنين ونص يا فاننا مش ثلاث سنين تزوج منها سيدنا رسول الله ماريا القبطية وانجب منها ابراهيم خرج منها صراحة دين الايوب يحرر بيت المقدس طلع منها الفرعنة اللي كانوا عندهم الفلك والعلم والحضارة والطحنيط وربما تعرفش تجمع شحم الحيوان وتحط فتيلة عشان تناول تناور بالليل خرج منها عظماء عرفت ما قولت مصطفى كامل اما قال لو لم اكن مصريا لو ددت ان اكون مصريا عرفت كان محروق ازاي ما بيقول الكلمة دي ربت وخرجت عظماء وكل يوم بتخرج عظماء هذا البلد العظيم اخيرا كنتوا بتعملوا ايا مصريين سنة تلاتة وسبعين كنت نقيب سن في ترسي بيدور ما كنتش عارف انا بعمل ايه بعد عشر اتنشر سنة لقيت اللي انا عملته اتكتب في التاريخ المصري في كتب المدارس انتوا يا مصريين بتكتبوا التاريخ من 2011 بتكتبوا تاريخ جديد والدنيا بتكتفكوا والسجن حواليكوا عشان ما تنجحوش في كتابة التاريخ بس عرفوا عشرة خمساشر عشرين سنة والتاريخ هيبقى شاكر يا يلنا يا لنا يا علينا اوعوا يكون التاريخ شاهد عليكوا ابدا يجب ان يكون التاريخ شاهد ليكوا وشاكر حسن استماعكوا وشكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة